سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالة التقسل صباحة هذه الجمعة إن شاء الله هم من الحال يبقى مغيم على بعد الولاية الوسطى الصحية والداخلية رعود منعزلتهم بعد المناطق تعله داب العلية الوسطى كولاية الجل فرغواط البيض النعامة منطقة مشهرية حتى بني ونيف بشار هو يمكتف على ولاية أدرا كذلك من نوع السفلة وحب منه العالي على أقصى الجنوب الهقر والطاسيلي بينما صفا يهم الولاية الجنوب الغربي خاصة تندوف عن نابا الواد وورقنا تكون جزول وضعية جوية كيفية ستكون ظهيرة هذه الجمعة إن شاء الله عموما النشاط الرعدي دائما على أقصى الجنوب والهقر والطاسيلي حتى منطقة صورة ولاية بشار العامة الجل فكل ما نتقطع الهضة بالعليا الغواط كذلك اكتيرت بعد ما نتقطع سطيف الغيوم كتيفة مع أمطار رعدي على بعض الولاية الغربية تعال البلاد خاصة وهران سيدي بالعباس مغنية والصفا يهم الواحات السحر الوسطى والجنوب الغربي دوكن جزول إدارة السحرية لنتظرها صابحة هذه الجمعة إن شاء الله أقصى الجنوب 28 بينما الولاية السحرية والداخلية والهضة بالعليا تتروح ما بين 22 إلى 25 درجة ومن شمال السحراء إلى الهقر والطاسيلي كذلك ما بين 24 إلى تقريب 31 درجة خاصة أضرار وأيضا منطقة تندوف نجزول لدرجة الحرارة خلال الظاهرة الجمعة هذه إن شاء الله أعلى مقياس في منطقة تندوف 47 درجة 46 على السحراء الوسطى 28 بعنابة 30 بوهرانة 29 بالعاصمة 32 على المدن تعله هضة بالعليا وبين 34 إلى 38 درجة على المنطقة الداخلية والولاية قرب السواحل 38 بجانات و45 بعنقزام الملحة والصيد البحري البحار عمو من يكون شوية شباب على سطول الشارة السحرية اللي أنا ريح ضعيفة أي تجاهة مختلفة حرط 128 درجة مئوية والإشاعات سمشية دائما من عشرة على عشرة كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بهذه المعلومات الفلكية لتم الجزائر العاصمة وضوحينا مقالي غير قولكم ربي دوم وقسطكم مع برامج الشروق موسيقى موسيقى موسيقى